في واحدة من اكثر القرى الفلسطينية تهميشا وفقرا وعلى بعد 12 كم الى الشمال الشرقي من مدينة اريحة تقع قرية العوجة 5000 مواطن بدأوا يشعرون بالتغيير بعد انجاز عدد من المشاريع الهامة ابرزها بناء وتطوير مركز بيئي يستخدم التكنولوجيا الحديثة في استغلال الطاقة الشمسية والنفايات الصلبة والمياه الرمادية واستغلالها بطرق ابداعية نظام الطاقة الشمسية وهي بتوفرنا اضاءة وتوفرنا الكهرباء عندنا كمان نظام المياه الرمادية هي المياه اللي بتجي من الشاورات وتجي من الحمامات ومن الغسيل وهي منعود استخدمها في رأي الأشجار والمزرعات كمان في عنا الزراعة العضوية وهذه الزراعة احنا نبدأ فيها عن كل المواد الكيموية ومنستخدم فيها السماد الطبيعي زي الدبال وهو عبارة عن جميع الاكل ومنعود نحطه في مكان منخزنه ومنخليه يتحلل ومنستخدمه كاسمات زي كان المبين عنا هذا المشروع الممول من قبل الوكالة الامريكية لتمية الدولية ضمن برنامج الديموقراطية والحكم وبتنفيذ من مؤسسة أصدقاء الأرض الشرق الأوسط جاء ضمن إطار مشروع جيران المياه الطيبون كمبادرة تعاون إقليمي ما بين الأراضي الفلسطينية والأردن وإسرائيل لحماية مصادر المياه في المنطقة والبيئة بكل مكوناتها خصوصا وأن هذه الدول تتشارك في مجموعة من الأنظمة البيئية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي من الداعمين الأساسيين البيئة لا تعرف الحدود ففي حالة عدم وجود تعاون يكون هناك خسارة للجميع نحن نرى أن التعاون عندما يتعلق في البيئة هو ليس خيار وإنما واجب لأن خلاف ذلك الجميع سيعاني الدعم المقدم من الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية لم يقتصر على المركز البيئي بل امتدى ليشمل بناء خزان وشبكة للمياه مشاريع أنقذت السكان من شح المياه وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من أربعين درجة صيفا هذا إضافة لبناء مدرسة وتعبيد عدد من الطرق شبكة المياه والخزان يعني هاي كنا نعاني كثير إحنا بفصل الصيف بالزات من ضعف المياه ومن شحها ومن الشبكة لأنها قديمة جدا كانت يعني بسنة الثنين وثمانين أنشات وكان مدعى شوائي أنا بيب أقطار لا تتعدى ثنين إنش وإنش ونص إنش يعني كانت سيئة جدا يبنوا مدرسة ثانوية عندنا للبنات كان زمن ما فيه كنا نطلع على أريحة ندرس بأريحة وكان فيه مواصلات صعبة علينا كانت فيه إشي بطلوا لأنه منقلة المواصلات الدعم المادي لقرية العوجة وما نتج من مشاريع أدى إلى تحسين واقع الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في هذه القرية التي بات عنوانها التغيير وشراكة ما بين التجمعات السكانية المتنوعة